عوامل الضغط تتكاثر في أسواق النفط العالمية لتزيد المشهد الضبابية بشأن تضرر اقتصادات الدول المنتجة للخام ما دفع بعض المنتجين مثل الجزائر وفنزويلا إلى توجيه الدعوات المستمرة لمنظمة أوبك لعقد اجتماع طارئ بهدف وقف نزيف الأسعار أوبك بدورها أعلنت مرارا وتكرارا أنها لا تنوي عقد أي اجتماع طارئ لمناقشة سعر الخام وما زالت عند موقفها مؤكدة على موعد اجتماعها الدوري في ديسمبر المقبل التقرير الشهري للمنظمة أظهر أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام إلى مستوى 92 مليون و700 ألف برميل يوميا وهو أعلى بواقع 1.380.000 برميل يوميا عن مستوى عام 2014 على أن يرتفع حجم الطلب في العام المقبل إلى 94 مليون برميل يوميا تفاؤل يواجهه واقع متقلب فبعد أن خططت أوبك لإنهاء طفرة النفط الصخري بحلول نهاية العام الحالي عادت وعدلت توقعاتها مشيرة إلى أن تأثير انخفاض الأسعار على النفط الصخري يستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد خبراء النفط رجحوا أن تبقى مستويات الأربعين دولارا للبرميل فترة طويلة مرجعين ذلك في المقام الأول إلى التخمة في المعروض إذ بلغ حجم إنتاج أوبك نحو 32 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي مع عودة العراق لضخ مستويات قياسية تجاوزت 3 ملايين برميل يوميا ناهيك عن ترقب الأسواق لضخ إيران المزيد من نفطها تدريجيا في الأسواق بعد رفع العقوبات الدولية بالإضافة إلى تخمة المعروض وقوة الدولار الأمريكي ثم تعوامل أخرى تضغط على جانب الطلب بسبب طباط النمو في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل واستمرار الضعف في الاقتصادات المتقدمة خاصة في منطقة اليورو ويبدو وفق توقعات المحللين أن أسواق النفط ستستمر في ضعفها خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة رغم التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بانتظار ما ستأول إليه خطط الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري واتفاق قد يكون على نار هادئة بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها ترجمة نانسي قنقر